وقع بمحافظة شبوى محضر استلام موقع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لأبناء محافظة شبوى وتبلغ قدرة المحطة 53 مقوات مع منظومة الخزن الليلي ومحطة تحويلية وخطوط ضغط عالي بقدرة 33 كيلو فولت وبطول 19 كيلو وخلال مراسم التوقيع أعربت السلطة المحلية بمحافظة شبوى عن شكرها وتقديرها لرئيس دولة الإمارات وحكومة شعب الإمارات على دعمهم المتواصل والسخيل لمحافظة شبوى مشيرة إلى أن المشروع سيساهم في تحسين خدمة الكهرباء بالمحافظة وصرحت الشركة المنفذة بأنها ستبدل أقصى الجهود لإنجاز المشروع الحيوي لمحافظة شبوى وفق لمواصفاته وفترته الزمنية المحددة مشيرة إلى أن الأعمال قد بدأت في موقع المشروع كمنا في هذا اليوم بتوقيع محضر الاستلام والتسليم لموقع إنشاء المحطة الطاقة الشمسية في محافظة شبوى في مدينة عتق الذي تم إنشاءها وسيتم إنشاءها بمكرمة من الدولة الإمارات العولية المتحدة الشقيقة شاكري لهم هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي سيمثل نقلها نوعية في مجال الكهرباء في محافظة شبوى وأتى هذا المشروع بمتابعة حثيثة وجهود مضنية من معالي الشيخ عو محمد بالوزير العولقي محافظة محافظة